اشتركوا في القناة فهذا الفيديو هو فقط تعقيب على بعض يعني بعض المراحضات وبعض التعاليق اللي فضلت أنني عوض باش نبدأ نكتب اللهم نشرح هم مباشرة يعني كنت انشرت فيديو اللي هو دي الخاص بالأشجر المتمرة وبعض الإخوان اللي دواوا معي وقالوا لي اللي أخص يعني أخص تقليم دي الجذور أو لا باش شجرة تكون مقزمة تقزيم دي الأشجار فغادي نجوبو نجوبو بأشيغة هو راح يتكنين بزاف اللي قالوا لي فقلت أنا اللهم نفضل يعني نجوب فيديو على العموم مثلا غنعطيكم غادي ناخد هات الشجرة هذي اللي قدامي ها هي دي الألتين هذي دي الألتين وها هي وهالسطل فين مغروسة هالسطل فين مغروسة مثلا هات الشجرة هذي يعني من بعد واحد عام وبل عامين في حالة ما إلى توفرت يعني الظروف وكان عندي كيفاش فمثلا غادي ننقلها من هاد السطل غادي ننقلها الهاد مثلا المحبق دي الألتين كما كتشوفوا غادي تشوفوا الفرق ما بين سطل اللي كيبال لكم هنا قدامكم اللي هو 18 ليدر والمحبق اللي كيبال لكم بأننا راهو محبق اللي هو كبير غادي الطول دياله مثلا راه كيتجاوز الخمسين ولا ستين سنتيم وعد أبخي يعني هنا الفم دياله تقريبا في واحدة أربعين ولا خمسين سنتيم يعني اللي أخذينا من جناب من هنا للرأس هتكون خمسين سنتيم ولكن اللي هي محلولة تقريبا هتكون واحدة ربعين سنتيم دكور لما كنبغي نحول من هنا لهنا فضروري كنقوم بالعملية ديال خاصة يعني لما كنت تتعلق بالأشجار اللي هي متساقطة الأوراق فضروري كندير تقليم وفي نفس الوقت كندير يعني تقليم ديال نجي وندوي على شجرة بحال هذه الشجرة دي السيتون اللي يكسب لكم ما شاء الله فالعملية الوحيدة اللي كندير واللي ممكن اني ننديرها هو التقليم فقط ولا تلاحظوا هنا رانو غمر ممكن تقليم ها هو راكين تقليم هنا اه كذلك يعني كين بزاف يعني انا طلعنا مثلا نكون اه في يطلع الفوق غادي نوريكم يعني غا نوريكم بان راكين تقليم وتقليم اللي هو يعني مزيان شجرة الجوافة نفس الشي شجرة الجوافة نفس الشي فاتهي يرى في ها التقليم يعني دلي ها التقليم وتقليم اللي هو مزيان اللي ممكن انها تمشي معنا واحد المدة طويلة تقليم الفوق مش مشكل تقليم الجذور كيفاش غادي ندير لهات الشجرة باش نقلم لها الجذور ديالها واش عرفتواش نهيا نغمر مو باش نقدر نحيد هات الشجرة هادي نحيّدها من هاده اليوباك صديق Hak أني لا بغيت نحيّدها من هادالباك arth إذا بغيت نحيّده إلا ما قلت أنا عندي حول على إيجبت واحد عشرات الناس ولا معرفة كبيرا 2050 من هذه الرجالة وحاولت أنني قلع هاته شجرة ق going من التحد ونشبدها فأكيد أن الشضور هي لها اللي نقوملوا هاته شجرة فأكيد أن الشضور هي هنا رغيا لهاتش. الشضور هي لغيا لهاتش. كيفاش غادي نحيّدها كيفاش كيفاش مثلا حي الدبا مني كان نكون وضعينها في سطولة. مني كان نكون وضعينها في اواني اللي هي صغيرة. وممكن اننا نتحكموه في الازالة ديال الشجرة بالطوبة ديالها. سواء كانت شجرة متساقطة الاوراق او غير متساقطة الاوراق. فقس نحيلها بالطوبة ديالها. اه بطبيعة الحال اذا كانت متساقطة الاوراق فما كنت اضطرش. يعني في فترة السوبات. ولكن اذا كانت غير متساقطة الاوراق فقس نحيلها بالطوبة ديالها. ومن بعد في ديكل وقيتها قسنا نبدأ نقص فيها. وربما نحو نرجع نفس الانية اللي كانت فيه. او اللي نحطها في الانية اكبر. مش ضروري باش نحطها في الانية اكبر. ممكن انني نرجع الانية اللي كانت فيه. غي وخص يكون شي حاجة الذي كانت تحكم فيها. ما يمكن شبك تديل وليس شجرة الزيتون اللي قد كومت قل لي أن نخلص نقلم الردور ذيالها. نفس الشيء بالنسبة له هذه الشجرة اليال. نفس الشيء. شجرة اليال البف sending 3 ى سالساة تيال الطول كيفاش انا ان غمارمو هادي غادي نقدر نحيدها ونقلمها ونقلم لها الجذور دي على نفس الشيء بنسبة شجرة الرمان نفس الشيء شجرة الرمان تهي يا را كد صبر غا باش نوريكم باش تفهموا مزيان هاد شجرة الرمان را نغمارمو كان عندها جوج للفروع وهاني حيدت واحد هوا كيما كتشوفوا وهاد الخلافة المائية اللي خرجعنا را غادي نحيدها را كان نحيدها را ما كان خليهاش يكون كده نخليها يكون را فين غادي تكون فين غادي تولي هاد الشجرة الرمان الحاجة الوحيدة اللي كنقدر ندير لها هو انني كنقلمها من الفوق كنقلمها من الفوق كنحاول ما امكان انني انتم غادي معها دقا دقا شجرة ديال التين دبان نمشي النقطة اللي هي مهيبة مبزاف فمثلا هاد ناخد هاد الشجرة ديال التين اللي كتشوفو هنا هادي هاد الشجرة ديال التين اللي كتشوفو هنا فهدي مغروسة عندي كانت مغروسة عندي في المحبق فمحبقطيني بحال هادا اللي سأقوم معي. كانت مغروسة عندي في محبقة طيني بحال هذا. يعني رأى كبير. كبير من هذا اللي بريتكم كبيلة. دكو. وبقيت عندي واحدة لمدة ديال ست سنوات. وهي عندي مغروسة في هذا المحبقة ديال الطين. هاد الحمضة البلدية كذلك. فهي تقريبا عندي هنا أكثر من واحدة ثمانية سنوات وهي عندي. واحدة ثمانية سنوات وهي عندي في هذا المحبقة هذا. نرجع للنقطة الأخرى. نرجع لكم الشجرات التي قلت لكم. هذه كانت مغروسة عندي في ذلك المحبقة ديال الطين. والعمر ديالها تقريبا. تقريبا. باش ما نقولش أي حجرة شي عشر سنين. عشر سنين حيث أبقي حولتها لهذا هذا النهار كنت بنيته. وصيفته. وهي مغروسة عندي. وارا باقى عمر ممكن نأكل منه. وبقى حيه وبقى مزيانة. لما ذكرت لكم وقيت لكم الأشجار الغير ناجحة. اراها. انا ما كان عنيش بأنها غير ناجحة صديق بأنها ما يمكنش أنها تتوالم في المحبقة. لا. فقط تخصها العناية أكثر. فقط تخصها العناية أكثر. خصها مثلا تقعب لها خص هذه. مثلا شجرة هي اللوز اللي انا غرست هنا. كان ممكن يعني أنها تكون مغروسة عن شي واحد لي وفي منطقة جبلية. آآ فمنطقة اللي هي نغبر ممكن كي ينجح فيها اللوز وكي نجح فيها بحالة مثلا في الجنوب وبالاحتفة مثلا عند ف يعني في المناطق الجبلية بحال إفران بحال اللي كي نجح فيهم أزرو البلايس اللي كي نجح فيهم اللوز بحال إيمين تانوت بطبيعة الحال اللي هي معروفة باللوز. فليكون كانت مغروسة ما فأكيد أنها غادي تعطيني. أكيد أنها غادي تعطيني وغادي تبقى مستمرة معايا واحد المدة طويلة خاصة اللي هو بفورت ليها تربة الخاصة تربة الخاصة بها وفي نفس الوقت يعني تكون هالعناية اللي هي آآ تكون مزيانة. أنا قلت لكم هي ما استقعتش عندي لأن انا في جو آآ ولا في مناخ ديال الضالب ايضا مناخ لي وفي الرطوبة كثيرة بزاف. هالشخص سنكون ديرين وفريوسنا آآ كان واحد الرطوبة عالية بزاف. آآ كان واحد تقلب ديال ديال الجو. فمثلا في في بعض الأوقات كتلقى ما تعلان بنهار كتوصل درجة الحرارة ثلاثين وبالليل كتبت درجة الحرارة بواحد طريقة اللي هي كبيرة بزاف. ولي كيخلي أن كما قلت لكم أن بعض الأشجار أنا ما كتأقلمش مع هاد آآ مع هاد المناخ هذا. آآ شجرة الخوخ شجرة الخوخ أكيد 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 أن كان عندها شي مشكل ماشي ماشي عدود آآ آآ شي حاجة. فكما قلت لكم فكانت انتجات وكانت جات واحد طريقة اللي هي كبيرة بزاف. آآ آآ الحمد لله. فقط عندها غي يكون عندها شي مشكل لخلالها أنها ما تستمرش في الانتاج ديالها. الاشجار البرقوق. ده بان مشي الاشجار البرقوق اللي كنت صورت وكان الإخوان عطاوني آآ قالوا لي يا راها راهم آآ يعني ما مقلمينش. هاد شي أنا متفق معكم بأن هاد جو شجرة هادو ديال البرقوق ما قلمتهمش. وانا را ما قلمتهمش لأن كنت غاني نحيدهم. دي فينيتيب مو. كنت غاني نحيدهم دي فينيتيب مو. فاشو صلاته قد دير تقليم دير الأشجار آآ المتساقضة الأوراق آآ آآ فا يعني بديت كان نفكر بديت عقست عليهم. وقلت مع رصيصة في قاع باش تنقلمهم نخلي قاع بدون تقليم. لأن كل سنة كنقلمهم. كل سنة كنقلم هادو الأشجار اللي كتشوفوا. كل سنة هادو الشجراتين كنقلمهم من الفوق وكان نقعدهم ونصيبهم ولكن الإشكال ديالهم كما قلت لكم يعني كيبغيوا العين عاية خاصة وكيبغيوا واحدة واحدة. آآ ساشون بأن هاد 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 شجرة البرقوق ديال تزيين هادي اللي كتب عليكم هنا فرع عندي في البلاد عندي في الارض عندي مباشرة. زمان في الارض مباشرة آآ ما كتنتجش كتير. ما كتديرش واحد الانتاج كتير سعية. يعني عند هاد المشكل ديال الانتاجية ما كيناش. ولكن شجرات الاخرى يعني يوحل بها الصين في الاخر. فهو كين تشغي هناك بما قلت لكم يعني كين اشكال ديال فقط ديال ان التأقلهم مع الجوء وفي نفس الوقت كيتطلبوا العناية. لما ذكرت لكم ان نجح الاشجار فيوها تسكم بالشجرة ديالتين. فالشجرة ديالتين ما كتطلبش عناية كبيرة. ما كتطلبش. آآ مؤخرا عنا عنا هاداش كيقولوا لها. عنا الارتيلا اللي زاكاريان اللي تسلطوا لنا على الاشجار كاملة وعنا دبابة ديالتين ولكن ما لغيصة فالشجارات ركيب قاول الحمدولي الله. هذا هو عالج قلت لكم انجح الاشجار راهوما هاد الشجرات ديالتين. هما هاد الاشجار ديالتين وهذا اللي غي غيبليكم من خلال يعني الفيديو ديالي غيبليكم بأن راس تحت قريبا كل الاشجار ديالتين. يعني تاجهت الاشجار ديالتين. الحمضيات كما كمتا تومة كما قلت لكم بأن الحمضيات تاييكا تنجح. غيباش نعود نشرح عاد النقطة هادي اللي هي مهيم وضروري للناس تفهمها. لما مثلا هاد الشجرة ديال الحمضيات نبغي مثلا نقزمها او لا شي حاجة. فرا كونوا متأكدين يلمشي تحيي تطوبة تهرست ليا الطوبة. مشات ليا الطوبة تهرست ليا. فهذا الشجرة ديال الحمض. الله يا رحمها. صافي ماتت. الله يعونها اي لمشي تتهرست ليا الطوبة. والجذور ديالتين تبقى عارية. وتبان. وهذه سواء كانت فترة السوبات. سواء كانت يعني منك نقول فترة السوبات يعني اه هي راب بغيود اللي نغمان ممكن نعرفوها من من ديسمبر احتل تقريبا الفيبرية. احتى من من دوجان البر احتل الفيبرية. فا اه وخا تكون كما بغا تكون يعني لمشي تهرست ليا الطوبة. فالله الرحمن. مثلا هذي الى يعني باش مثلا نقدر نحيد لها نحيدها من هنا. ونبدأ نقلم فيها ونبدأ نقعد فيها وهذه فرا ممكن انني نهرست طوبة ممكن ان هات الشجرات تمشي ليا. الاشجار المتساقطة الاوراق. فممكن اننا ندلو لهم هاد القضية ديال كما قلت لكم ديال الزبير وديال تقزيم. الزبير ديال الجذور. من غير تقليم ديال من غير الزبير ديال ديال الفرع. الزبير ديال الجذور. ممكن اننا نخدمو على هاد القضية هدي في الاشجار المتساقطة الاوراق. وكما قلت لكم اللي ممكن ان المنين بغي نحيدها. ما نكرفصهاش صديق بي. انا بحل بسطو. وراي اللي رجعتوا الفيديوهات القدام اللي عندي في القناة. وهذه الشرعة دي ما كيكون عندي الاشكالة ديال ديال ان بعض الاخوان مثلا ما كارتشوش ما كيشوفوش الفيديوهات اللي قدام. وكيحكموا مثلا لاشي فيديو. حيث ما يمكنش لي نحط كل شي دقة واحدة. دونك الفيديوهات را كنت شرحت فيهم طريقة ووريتكم قاعد طريقة كيفاش كان دير لما كنحيد من 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 مثلا من هات الصلو نبغي مثلا نحول الصل اكبر او لا نحول المحبق او لا نحول المكان اكبر. ففترة السوبات را كان نقلم وفي نفس الوقت كنحيد ما امكان الجذور التحتانية كنحيد وهم كان نقسم منهم. وعود كان عود بحل قلتين حياها من جديد. وكان خليها بليك رقيتها تنطلق كما بغض. دونك هذية ادولة ادولة لفيديو ديال اليوم. دونك بغيت غاباش نشرح هاد النقطة هذي وحيث مهيم مبزق هاد القضية ديالها. حيث ماشي اول مرة كان نسمع هاد القضية ديال تقزيم 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 تقزيم. فالتقزيم اره ماشي 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 اي واحد يقدر يديروا هذي اول حاجة. وماشي باي طريقة خصة الدار. وفي نفس الوقت كما قلت لكم ضروري تقزيم يعني رقص تكون غارس فانية اللي لما كتحيد كتحيد مثلا الشجرة كتحيدها كتبقى الطوبة كما هي وكيكون ساهل باشي تحيد راني وريدكم كما قلت لكم را ممكن ان انني زي ما زي ما ممكن انك تبدأ تضرب هنا كيفاش كان دياليا كان بدنا نضرب فهذا البلاصة كان بدنا نضرب هنا 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 اه بخي كان بدنا نحرك الطوبة حتى كتخرج كل هات طوبة كما هي كتخرج السوفوغم ديال هاد لسوء دا السوفوغم ديال هات السطل بالفورما اولا بالحجم ديال هات السطل هادا كتخرج وبذيك لوقات ادخل معلها كما بغيتي نتقوم معايا. مثلا نمشي ونمشي ولي هادو اللي مغروسين هنا في المحابق. راح انتم ممكن تشوفوا. كينها محباق؟ محباق. هادو وراع محابق كلهم كبار. هادو كلهم محابق كبار. مثلا هاد الاشجار كامل اللي مغروسين عندي هنا في هاد المحابق هادو. لما مثلا بغي نجبد هاد هاد الششرة من هاد المحباق. كين كين جوش الحواج. يا اما خصي تهرس المحباق. ويتهرس باش تخلي الطوبة صينة. يا اما خصي تهرس. يا اما خصي تجبدها. وتبدأ الدابز باش نغمار مو باش باش تجبد على الاقل الجذور والطوبة مغاديش تكون مزيانة. وهذا كما قلت لكم بالنسبة الاشجار متساقطة الاوراق. الغير متساقطة الاوراق. هي امبوسيبل. همتي امبوسيبل. حال مثلا هاد هاد شجرة دي للحمض. هادي. هاد شجرة للحمض. مثلا انا بغيت نقلها. عندي دوش رس. عندي جوش لحواج. غد يخصي نهرس المحباق كله. داكو. ونحاول ما امكان انني انا كنهرس وف نفس الوقت كن جمع الطوبة بالتوب. كن جمع ديك الطوبة كنجمع بالتوب. باش باش طوبة ما تحيتش. يعني بشي كتان بشي توب. بشي حاجة اللي يخلي ان الطوبة تبقى مجموعة. وإلا السلام عليكم مشات شجرة ديال الحمض. دونك بالنسبة لاشجار ديالتين ممكن يعني انا فاش بغيت ننقل هادي نيت اللي قدامكم. هادي. فاش بغيت ننقلها من هاد من هاد السطل هادا اللي كيبال لكم بان راسط الكبير. الحجم دياله را كبير. هادا تقريبا الحجم دياله إلا ما حدش نكدب غايكون واحد موين ما نقدرش لكن غايكون الموين في اثنين وعشرين ليتر يعني كبير. داكور. دونك من هنا باش حولتها لهنا. وقع ليه في الطوبة ديالها. والترسات ميما غيصة ماشي مشكل حيط كانت كلها آآ يعني الاوراق ديالها متسقطة. فحولت ما امكان اناني نقدها ونصيبها. وحولتها لهنا. دونك ها يا راكي ما كتبه لكم بان راها منطلقة. دونك هادا هو اللي بغيت نقول من خلال هذا الفيديو. ونقول لكم بان راها 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 آآ آآ موالحظة ديالكم راها موهما بزاف. ويعني كي عجبوني آآ وكي فيدوني كذلك. غي هو متلا كينشي حويج اللي نفكرو فيهم باش ماتلا ما ياخدوهمش ناس اخرين ويقولوا بان راها ممكن هاد القضية هادي. وك هادا هو اللي كين هادا هو النقطة اللي بغيت نشير لها. كي نقطة خورة اللي كنت قريت عوشين تاية ديال الاشجار المتميرة خاصة في الاشجار المتميرة. فواحد الاخك اللي يجرب المصمار. جرب انك تدق المصمار في 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 الشجرة. غنقول لي غدين عراها جوبته ولكن غدين جوبته في الفيديو. اذا كشيرها ممنوش. دير مصمار دقو في الشجرها بدك الشرها ممنوش. راها ما عندو التعلاق لا علميا ولا جريبيا. غي باش باش ديالها في راسك يعني هاد القضية بلما تمشي بدا دق فى الشجر ديالك تدق فيهم المصمار. راها ما ما ممناش راها ما كيد لها دي ولا دي. إلا بغي سيلا في اختي دي زاسين بغي سيش شجر ديالك يكون متمير فرخسك تكون اعطي دي في اختي ديزان اعطيها اعطيها الاسمار فقط. وتكون الجو مناسب وتكون التربة مناسبة وتكون العناية مناسبة. انا راها ما يمكنش لينا تاني بالشجر ديالي لانه كنكون خدام كنكون مشغول. هذا رمضان الحمد لله ان شوية الوقت كنخرجه قبل كنخرجه بكريه دونك باقي شوية ديالتو. كيكون عندي الوقت في نطلع نطل نشوف. الحمد لله كانت هات الشي واللي جات. بعد على الاقل انني رايش صافي لانطل ما سقيتش. ولكن مثلا شي واحد يكون عنده بحالة للأشجار وذلك الشي رخص طار ولكل عناية يخصك تعطيهم هاللطل. بحال الوقت الكافي باش هات الشجر ديالك. ما يوقع اليوم تشي بقوبلة. هونك هات شي اللي كين. اه كان اعتقد انني قلت كل شي. قديم قول لكم السلام عليكم. تبارك الله عليكم. الله يعاونكم. شكرا لكم.